السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الحادي عشر المسار الأدبي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان مراحل الحرب العالمية الأولى الجزء الثاني والآن عزيزي الطالب هيا بنا نتعرف على أهداف درس اليوم في نهاية الحصة يجب أن يكون الطالب قادرا على ما يلي أولا أن يذكر أبرز أحداث المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأولى ثانيا أن يرتب على الخط الزمني معارك المرحلة الأولى للحرب العالمية الأولى ثالثا أن يوضح أسباب معركة جاليبولي أبرز أحداث المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأولى انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة إنها تمثل دول الحلفاء والتي تكونت من فرنسا وبريطانيا وروسيا ثم انضمت إليهم دولا جديدة في المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأولى هذه الدول منها نعم انظر إلى هذا العلم واستنتج نعم إنها دولة اليابان إذن دخلت اليابان الحرب العالمية الأولى مع دول الحلفاء في مرحلتها الأولى سنيا هذه المدينة العريقة هي مدينة البصرة وهي إحدى المدن العراقية الشهيرة جدا والتي تنافست عليها كل من الدولة العثمانية وبريطانيا بسبب أهميتها العسكرية والاتصادية وفي النهاية احتلت بريطانيا هذه المدينة في نوفمبر عام 1914 الحدث الثالث وهو حدث يخص دولة ألمانيا التي استخدمت سلاحا جديدا في الحرب العالمية الأولى لم يكن معروفا آنذاك وهو سلاح الغازات السامة في عام 1915 إذن استخدام الألمان الغازات السامة عام 1915 رابعا زادت دول الحلفاء قوة بانضمام دولة جديدة إليهم وهي دولة إيطاليا والتي أعلنت الحرب على النمسا لكي تسيطر على إقليم تيرول إذن أبرز أحداث المرحلة الأولى من الحرب العالمية الأولى هي أولا انضمام اليابان إلى الحلفاء ضد ألمانيا عام 1914 ثانيا احتلال بريطانيا مدينة البصرة عام 1914 ثالثا استخدام الألمان الغازات السامة عام 1915 رابعا انضمام إيطاليا إلى الحلفاء عام 1915 والآن عزيزي الطالب هيا بنا لنختبر ما قمنا بدراسته رتب معارك المرحلة الأولى على الخط الزمني الذي أمامك جالي بولي المارن الأولى جوتلاند الفردان جادار السوم هذا هو الخط الزمني أغسطس 1914 نعم معركة جادار سبتمبر 1914 معركة المارن الأولى سبتمبر عام 1915 جالي بولي في فبراير عام 1916 كانت معركة الفردان في مايو عام 1916 كانت معركة جوتلاند البحرية وفي يوليو عام 1916 كانت معركة السوم الكبرى ولقد قمنا فيما سبق بدراست معركتي المارن الأولى ومعركة جادار واليوم بإذن الله سندرس معكم معركة جالي بولي في سبتمبر عام 1915 أطراف المعركة نعم انظر إلى هذه الأعلام وحدد أطراف المعركة إنها الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا إذن قامت معركة جالي بولي بين طرفين أولهما الدولة العثمانية ثانيهما فرنسا وبريطانيا أما عن أسباب هذه المعركة فإنها تتلخص فيما يلي انظر إلى هذه الخريطة ستجد أنها جزءا من دولة تركيا حدثت المعركة على أرض تركيا حينما أرادت كل من فرنسا وبريطانيا أن تتوغل في الأراضي التركية لكي تسيطر على عاصمتها إستانبول وتقوم بالسيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل لكي تستطيع أن توصل السفن إلى حلفتهما روسيا ولكن واجهت الدولة العثمانية هذين الجيشي بقوة كبيرة في منطقة تسمى جالي بولي استطاعت أن تنتصر عليهما وأن تردهما دون تحقيق أهدافهما إذن أسباب هذه المعركة أولا محاولة فرنسا وبريطانيا احتلال مدينة إسطنبول ثانيا رغبة بريطانيا في السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل لكي توصل الإمدادات وتوصل السفن إلى حليفتها روسيا أما عن نتائج هذه المعركة فإنها انتهت بانتصار الدولة العثمانية على كل من فرنسا وبريطانيا وأحالت بينهما وبين تحقيق ما أراد وهكذا نكون قد درسنا ثلاثة معارك هي معركة جالي بولي ومعركة جادار ومعركة المارن الأولى عزيزي الطالب ضع اسم كل معركة من المعارك التي درسناها أمام التاريخ الذي يناسبها نعم يجب أن تكون كذلك إجابتك معركة المارن الأولى في ديسمبر 1914 معركة جادار في أغسطس 1914 ومعركة جالي بولي في سبتمبر 1915 والآن عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم ولكن قبل أن تغادر عليك أن تجيب على هذه الأسئلة أولا اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية تم استخدام الغازات السامة في الحرب العالمية الأولى على يد دولة نعم إنها دولة ألمانيا ثانيا عدد أبرز أحداث المرحلة الأولى للحرب العالمية الأولى نعم أولا انضمام اليابان إلى الحلفاء ضد ألمانيا ثانيا احتلال بريطانيا للبصرة في العراق ثالثا استخدام الألمان الغازات السامة رابعا انضمام إيطاليا إلى الحلفاء وهكذا أعزاء الطلاب عليكم الدخول على تطبيق ميكروسوفت تيمز وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم في خلال 24 ساعة والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته